أهلاً بكم في سحر الأعود اليوم سنحكي كيف نحل عزفنا العزف الجاف مشكلة بيعاني منها كثير من المتعلمين اللي بيتعلموا العزف على آلة العود وبالحقيقة العزف الجاف غير ممتع للعازف وغير ممتع للمستمع كذلك تحليات ما راح تكون مجرد استعراض لا، التحليات لازم تنزل بمكان الصحيح والمكان الصحيح شو اللي بيحكم على صحة التحليات إذا عم بعزف أنا جملة رومانسية وشوق وحنين ومن هالمشاعر هاي تحليات بدي تخدم هالإحساس يلي عم توصله هالمعزوفة بدي أعزف مقدمة أغنية حبي إيه؟ شو هي التحليات الممكن استخدمها لإدعم الحالة الطرابية لها المقدمة اللي هي على مقام البيات المقام اللي جزء كبير منه هو طرب طبعاً في درس سابق أنا حكيت بالتفصيل عن هالمقدمة وعلاماتها لكن هلأ بدي ركز على موضوع التحليات بهذا الدرس رح أحط لكم الرابط فوق بتلاقوه أذكركم بسلّم مقام بيات ري مينصف بيمول فا صول لا سي بيمول دو ري طبعاً هاي النغمة المميزة لي مقام البياتي اللي هي درجة السيقا أو درجة المينصف بيمول فإذا علامات التحويل عندي المينصف بيمول والسي بيمول علامة اللا بتاخد نقرة ريشة وعلامة السي بيمول بتاخد دصبت إصبعها بدل ما ألعب أو بدل ما أبدأ من علامة السي بيمول لاحظوا أجمل بكتير صدر إذن عم بنقر علامة اللاو عم باخد السي بيمول ببصمة إصبعها طبعاً لازم درب هاي الإصبع حتى تكون قوية نقرتها حتى يطلع الصوت أحظوا عم بدعم كل نغمة بالنغمة اللي قبلها أخدت هون علامة اللاو مع علامة السي بيمول كمان هون أخدت علامة المينصف بيمول مع علامة الفا كله ضمن سلة مقام البيات ممكن علامتين مثل ري مي فا بدل فا يعني هي النوتة الأساسية يعني ري فا لكن بدل ري فا باخد ري مي فا نصير هيك الجملة لاحظوا نقرأ فقط للري وباخد المي فا ببصمة الأصابع ولاحظوا لما عم بلعب دو عم برجع بنفس الطريقة لكن بالعكس نقرأ تريشي على السي بيمول واللا ببصمة أصبع صارت الجملة لاحظوا هذا الانسحاب من علامة الفا لعلامة الصول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا بدي أعمل تقسيمي على مقام الرست مقام الرست شو هو الإحساس يمكن يوصل المستمح الحقيقة غالبا مقام الرست بيشتغل على الناحية الطرابية طراب شو يعني طراب الشخص قاعد حاطت قدامه كاسة شاي أو فنجان قهوية قاعد بده يروي أنا عمقول في الأغلب أحيانا مقام الرست ممكن يأخذ منحة تاني حسب ريشة العازف وحسب عاطفة العازف لكن غالبا مقام الرست هيك أوكي بدي أعمل تراب هاي مقام الرست متل ما بتعرفوا بيبدأ من درجة الدو التحليل اللي ممكن أخذهم فيها الحالة التربية استخدم قرار الرست الوتر الأول اللي هو الدو قرار بدي استخدمه مع الدخول بتقسيمة الرست لإدعم الحالة التربية وركز صوت المقام اللي هو بيعطي الإحساس بالركول على درجة الطراب اللي هي درجة الرست لاحظوا استهلت التقسيمة دو سي لا سي دوت 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 وبأخذ القرار دوت 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 مع الصد والرد على درجة الرست اللي هي درجة الدو تحلية التانية يلي بدي إدعم فيها صوت الرست وزيد جرعة الترب أني أخذ علامة بي نقرة الرشة وعلامة ببصمة الإصبع لاحظوا طبعا العلامة هي هون السي نصف بيمول بتأخذ نقرة وبصمة الإصبع على علامة الدو زي سرعناها كيف بتصير هذا الصوت عم يركز صوت درجة الطراب اللي هي درجة الراس رح نعزف الاستهلال باستخدام التحليتين اللي حكينا عنهم هاي القرار كزا مرة تحلية التالتة اللي بدي إدعم فيها نغمة الرست وزيد جرعة الترب أكتر وأكتر هي إذن القرار بعدين التحلية التانية هيك بالتسريم هاي من علامة الدو من علامة الدو لعلامة الريكت لاحظوا هالثلاث تحليات فقط بالمرحلة الأولى من التقسيمة اللي هي الدخول بالتقسيمة قديش عطت هيبة لمقام الرصد وعطت طرب وعطت جودة للدخول لاحظوا هذا هو مقام الرصد اللي بيعمل طرب ونشو اللي بيعمل طرب